موسيقى يعطيكم العافية وأهلا وسهلا في فيديو جديد معكم أستاذ شادي حجازة هذا الفيديو يقوم بإمكانكم الهدف 9 سوف نتعلم كيف نقوم بإمكانك الإلكتريسيتي سوف نتعلم كيف نقوم بطريقة ثانية غير الفولت ميتر اسمه أوسسكوب نقوم بمتعرفة اول شي خلينا نتعرف شو هو الأسلسكوب الأسلسكوب هي إنسترومنت أو ديفايس نحن نستعملها لنعمل مجرمنت للفولتج يعني الأسلسكوب إنسترومنت أو ديفايس كي يستعمل لتعرف على شكل الأسلسكوب أول شي القسلسكوب عنده سكرين متل ما شايفين متل ما ملاحظين هايدي السكرين أو الديس بلي في عنده اللي هو الواي اكسس وفي عنده الهوريزنتل اكسس اللي هو ال اكس اكسس اوكي يعني هايدي السكرين عنده هايدي السكرين عنده وعنده هوريزنتل اكسس ما نلاحظ إنه السكرين مقصومة لا وان تو ثري فور فايف سكس سفين ايت فايت وواحة اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانة تسعة وعشرة هوريزنتل يونتس يعني عندي هون اربع سكورز فوق الاكسس اربع سكورز تحت الاكسس وهيدا دايمان بتكون السكرين هايك يعني ولا مره بتتغير بينما عنا خمس سكويرز قبل الأكسز وعندي خمس سكويرز بعد الأكسز إذا عم بمشي انقوه هوريزنتل وي يعني فينا نقول هيدا السكرين في بقلبة فوريزنتل أكسز في بقلبة هوريزنتل أكسز وأكيد هيدا السكرين في بقلبة 1 2 3 4 5 6 7 8 وفي بقلبة تن هوريزنتل يونيتس أو سكويرز وهودي ما بيتغيرو يعني عندي أربعة فوق هيدا الأكسز أربعة تحتو عندي خمسة على يمين هيدا الأكسز خمسة على شمال وهودي الأرقام ما بيتغيرو ودايما أي أوسلسكوب سيكون هاكي السكرين اللي لقاله طيب غير السكرين نحنا شفنا بالفولتميتر عندي VCOM يعني عندي اثنان عندي ميلة V وميلة COM وكنا نوصل الCOM عمالة الnegative of the dry cell for example والV عمالة الpositive بالأسلسكوب ما عندي V وCOM شو عندي عندي شغلتان اسمهم phase wayground يعني instead of V and COM that are present in the oscilloscope we have the phase and the ground وبما أنه هيكون هون عندي غراف لأنه هيدا السكرين it will display a graph معين هيكون عندي شغلتان شغلة هي سيمبل لLSV اسمه vertical sensitivity أو vertical amplitude gain وهيدا الvertical sensitivity أو اللي اسمه vertical amplitude gain متل ما شايفين ممكن تكون محطوطة على الأوف ممكن نقى رقم من هودا الأرقم شو معنات هودا الأرقم؟ أول شي إذا نقات الرقم واحد يعني كل سكوار هون هو 1V إذا نقات الرقم 2 يعني كل سكوار هون هيدا السكوار هو 2V إذا نقات الرقم 5 يعني كل سكوار هون هو 5V and so on يعني أنا فين اعتبارها كأنه هي متل سكيل لهيدا الكورف أو لهيدا الجراف اللي حي الرسم كون هي الاس فيه vertical sensitivity و vertical amplitude gain يعني هي بتعطيني السكيل vertical يعني هيك طلوع يعني كل كرو مسلا أنا حاعتبر حطيط على الواحد يعني كل كرو هون أو هون أو هون أو هون أو هون أو هون أو هون هو 1V لان اعتبار انه أنا حطيط على الخمسة يعني هيدا الكرو هو 5V هيدا الكرو هو 5V هيدا الكرو هو 5V and so on يعني الـ division الوحدة هيدا منسميها division division الوحدة هي حتكون 5V إذا أنا حاطت هيدا السهم على الخمسة أوكي بينما إذا نزلنا لتحت منشوف الـ VB الـ VB اسمه horizontal sensitivity أو اسمه time base أو اسمه sweeping أو اسمه horizontal amplitude gain يعني عندها multiple names هيدا الـ VB إذا أنا قايتها أن تكون على الواحد يعني معناته الكرو الواحد هون هو 1 إذا كانت اليونت مثلا ميلي ساكند بتكون 1 ميلي ساكند أوكي يعني صار في عندي الأشياء اللي لازم أعرفها عن هيدا الأوستلسكوب هبلش فيون step by step وإذا في شيء ما أعرفته أكيد بتقدروا تسألونا أول شغلة شو هو الأوستلسكوب الأوستلسكوب هي instrument that is used to display and measure the voltage يعني هي بتفرجين الـ voltage وبتعمل لي measurement اللي لقله أوكي يعني أول شيء لازم أعرفه definition of oscilloscope oscilloscope is an instrument used to display تفرجينه and measure the voltage طيب الشغلة الثانية اللي لازم أعرفها هي أنه الـ oscilloscope عنده screen هيدا السكرين في بقلبه vertical axis اللي هو الـ y axis وفي بقلبه horizontal axis اللي هو الـ x axis أوكي وهيدا السكرين مقصومة لـ 8 divisions إذا عم بمشي vertically 1 2 3 4 5 6 7 8 بينما إذا عم بمشي horizontal بتكون مقصومة لـ 10 divisions يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وأكيد إذا أنا بيخد هيدا الـ axis هيكون عندي أربعة فوق divisions أربعة تحته إذا بيخد هيدا الـ axis هيكون عندي خمسة على يمينه وخمسة على شماله واتفقنا دايما كل السكرينز للـ oscilloscope هني هيك ما بيتغيره الشغلة الثالثة اللي لازم أعرفها أنه أنا بالـ oscilloscope ما عندي V وكم في عندي شي بدالهم اسمهم phase و ground والشغلة الرابعة هي أنه أنا في عندي هون مثل scales الـ SV بسمية vertical sensitivity أو vertical amplitude gain وهو الـ scale اللي هناخده نحن على vertical axis يعني إذا حطيت هون 2 يعني كل كارو من هون صار 2 فولت وعندي الـ VB اللي هي horizontal sensitivity أو time base أو sweeping أو horizontal amplitude gain كمان إذا أنا حطيتها مثلا هون 2 ميلي سكند لنعتبر أنه اليونت ميلي سكند يعني كل كارو من هون دي هو 2 ميلي سكند هلأ إذا هالنوقات واضحة move on to the next part of the video إذا في شي منه واضح اسألوني بس أنا هارجع فوت in details بكل الأشياء بس أنا هلأ عمعرفكم بهيدا الجزء من الفيديو عمعرفكم بس على شكل الأسلسكوب يعني أنا عرفت أنه عندي سكرين عندي phase and ground وعندي الـ SV والـ VB اللي هنه vertical sensitivity والhorizontal sensitivity شو بيعملوا وكيف بيشتغلوا وكيف الأسلسكوب بقيس هو جزء ثاني بس شكل الأسلسكوب اللي حديث هلأ هو هيك طيب إذا ملاحظين هون أنه أنا بهيدا الرسمة أو بهيدا الأسلسكوب أنا عندي درايسل درايسل تقريبا الفولتج اللي لقالها هي 4.5 فولت والدرايسل عندها 2 ترمز A و B 2 ترمز A و B بس هل الدرايسل موصولي على الأسلسكوب أكيد لا يعني هي لحدتها لا مش موصولي ونحن نضيف ونحن نضيف ونضيف 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 طيب أنا كشخص شو بشوف إذا حاطت ونضيف 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 طيب طيب ونضيف 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 نضيف وما وصلت لدرايسل على الاستسكوب ماذا ترى ؟ ترى لوميناس بوينت ماذا معنات لوميناس بوينت ؟ لوميناس يعني بتضوي يعني ترى نقطة ضوية موجودة موجودة الوضع هذا الوضع الطبيعي لانه لو عندي فولتج هيدا النقطة بتطلع لفوق او بتنزل لتحت اوكي يعني هيك بيكون عندي فولتج بينما لانه النقطة بالنص على الزيرو هون عندي 0 يعني اني ما عندي فولتج واني عامل انه سويبنج is off وكل شي عندي اياب الاستسكوب is off طيب شوه يستحى اذا ما ما شفت النقطة at the center of the screen في شي منعمله لل الاستسكوب برجع برد النقطة at the center of screen لو اوصلكم اني كيف اعمل caliberation ها اعطيكم مثالي صغير انتو اذا بالبيت عندكن ميزان هيدا اللي بيقيس الوزن المفروض الميزان اللي بيقيس الوزن يكون له ابري اوكي والابري بتكون بالعادي على الصفر هلا اذا انت جيد بدك تقيس وزنك قبل ما تطلع على الميزان الابري لازم تكون على ابرية الميزان بده تكون على الصفر فرضا ما كانت على الصفر شو بنعمل بنمسك الميزان على طرفه في عندي مثل دولاب صغير هيدا الدولاب بصير حركه لرجع الابرية على الصفر ليش هيدا العملية اسمها Calibration of a balance يعني انا ركراجة الميزان Calibration معناتها اني انا ركراجة الميزان كيف يعني انا ركراجة الميزان لانه اذا انا طلعت قصة وزنة قبل ما اعمله Calibration للميزان لان اعتبر كانت الابرية على الاثنان يعني معناتها اني وزنة ما هيكون دقيق بالمجرمنت وحيزيد اثنان كيلو لهن كتير كتار سوقاني شو بعمل بتطلع بالميزان بلاقي الابرية تعولة الميزان منع على الصفر بيجي بيمسك الميزان فيه ورا له مثل دولاب صغير بصير اكبوس على هيدا الدولاب اكبوس على هيدا الدولاب لرجع الابرية على الصفر وهكي لما اطلع قئيس الميزان بيقرأ الوزن مظبوط ومنقول انه نحن عملنا للميزان او راك رجنا نفس القصة هون المفروض اذا سويبنغ از ترند اوف يعني كل شي هون ترند اوف واني ما موصل على القصص المفروض شوف لوميناس بوينت ازا انا ما شفت للميناس بوينت ازا سنتر ازا سكرين معناتا انه بدي عمله لالقصص كيف بعمل مش مطلوبة مني اللي مطلوب مني ازا سألني سؤال انه ازا سويبنغ از ترند اوف واني ما موصل للدراي سل على القصص شو بشوف بتقول انتي كطالب بشوف لوميناس بوينت at the center of the screen بقم بيقلك if the luminous point was not at the center of screen what would you do شو بتعمل بتقوله ويكاليبريت ذا قصص هالقد رسمي يعني بهيدا البارت هالقد لازم تكون تعرف بي part 1.1 عم بيقلي indicate what is observed if sweeping is turned off and the dry cell is not connected to the oscilloscope يعني in the absence of any voltage with sweeping is turned off شو بشوف بشوف a luminous point at the center of screen a luminous point at the center off screen okay if not إذا ما كانت لوميناس point at the center of the screen ويكاليبريت the oscilloscope يعني من راك الرجول لل oscilloscope طيب شو من شوف in the absence of any voltage يعني لاحظوا لدراي سيل كمان بعدني ما وصلت على الاستسكوب بس the sweeping is turned on يعني لاحظوا حطيت السهم عراء ما حطيت ساعتا بشوف بدل ما شوف لوميناس point at the center of the screen بشوف لوميناس horizontal straight line at the center of the screen على الhorizontal axis بعرف قلتهم كثير بسرعة حبسطهم وعيدهم عمالة أول شي إذا ال voltage أنا ما وصلت any voltage لل oscilloscope يعني in the absence of any voltage هيدا أول condition تاني condition انه تكون يعني بطلت محطوطة على الأوف صارت محطوطة على رقم معين ساعتا أني شو بشوف بشوف هيدا الخط موجود على السكرين ولاحظوا أنه هيدا الخط موجود على الhorizontal axis كونه بضو بسميه luminous كونه straight line بسميه luminous horizontal and the straight line ممكن يكون vertical so in the absence of any voltage and luminous and the sweeping and the sweeping is turned on هارجا عايد لأن نحسات شوي غلطت in the absence of any voltage and the sweeping is turned on we observe a luminous horizontal straight line on the horizontal axis طيب if not إذا ما شفت هيك we calibrate the osteoscope once again indicate what is observed in the absence of any voltage هيدا الشرط الأول مايكون عندي أي voltage and the second condition أنه sweeping is turned on we observe a luminous horizontal and the horizontal straight line وين موجود موجود على horizontal axis if not إذا ما شفت هيدا الشيء calibrate the osteoscope بنعمله calibration to the osteoscope يعني شو معنات أني ما شفت هيدا الشيء يعني ما شفت هيدا الشيء هيدا ال luminous horizontal straight line على horizontal axis شفتوا فوق الhorizontal axis أو تحت الhorizontal axis ساعتا أني مضطر أعمله calibration بارت الثري عم بيقلي connect the terminal A of the battery to the phase يعني اللي هعمله هوصل terminal A to the phase وعم بيقلي connect the terminal B to the ground هوصل terminal B على ground أوكي وقال لي choose the vertical and horizontal sensitivities SV تكون 2V per division يعني كل division من هذه هي 2V أوكي والVB نقيتها 0.5 milliseconds per division يعني كل division من هذه هي 0.5 milliseconds مثل ما شايفين يعني أنا نقات SV تكون 2V ونقات VB تكون 0.5 milliseconds 2V per division أوكي وصلت A على phase وصلت B على ground لاحظوا ما شفت هل كانت بعضها موجودة على الهوريزانتل أكسس لا ارتفعت لفوق اوكي صرت عمشوف luminous horizontal straight line فوق الهوريزانتل أكسس لا عمشوف فوق الهوريزانتل موجودة على السكرين هيدا السكرين هي غراف متفرجين الـ يعني كيف عم يتغير الـ طيب هل هيدا الفولتج عم يتغير بمرور الوقت لا ضلوا على طول constant كرمال هكي منسميه direct current voltage يعني DC voltage لما يكون الفولتج ما بيتغير بمرور الوقت منسميه بينما اذا الفولتج تغير بمرور الوقت مثلا اعتبر كان الشكل الكيرف هاك مثل ما انا عم بحط بالاحمر هيدا منسميه AC وهو مش مطلب مني لهيدا الدرس منسمي alternating sinusoidal current voltage ما حاقضوا بهيدا الدرس واني بهمني اعرف انه نوع الفولتج هونه هو DC اوكي لانه ما عم يتغير بمرور الوقت بـ part 3 عم بقلي the following shows the waveform displace on the screen اللي شفناها قبل شوي قال لي identify the type of voltage يعني بدي يقول شو نوع الفولتج اللي عنا اياه وقلنا اتفقنا انه هو هيكون DC voltage لا لانه since it is not varying with time يعني لانه ما عم يتغير بمرور الوقت منقول عنه DC بـ 3.2 عم بقلي specify if the voltage is negative او positive هلا هو الـ voltage positive لا لانه لو الـ luminous horizontal straight line نزل لنزول تحت الـ axis بكون negative بينما لانه طلع فوق الـ axis منقول عنه positive يعني الجواب هو positive لي لـ since the luminous horizontal straight line is displaced above the horizontal axis او كي يعني هو طلع فوق الـ horizontal axis عايد هاكي منقول عنه positive بـ part 3.3 عم بقلي show the connection of the ascoscope او رادي فرجينا ايها يعني حطينا الـ phase والـ ground مثل ما هو بدي بس هفرجيكم كيف بفرجي عليها اذا انا ما عندي رسمة لـ يعني لـ let's move to part 3.3 قبل ما نعمل موفمنت للـ part 3.3 خلينا قبل بس لازبت الرسمة اوكي خلينا قبل نحكي انه عن نوع الفولتج اتفقنا اذا الخط بيكون هون straight line منو كيرف يعني منو كيرف بيكون نوع الفولتج DC ها اول نقطة المفروض تكون واضحة انه نحن عنا نوعين من الفولتج اول نوع من الفولتج اللي هو دي سي بشوف انا خط وتاني نوع من الفولتج هو اي سي بشوف كيرف مثل هيدا خلينا ارسملكون اياه مثل هيدا انه عندي نوعين من الفولتج دي سي و اي سي اني هوني شو عم شوف اي نوع من الفولتج عم شوف دي سي بينما اذا شفت هيدا النوع اللي هو هاكي كيرف بيكون اي سي ها اول نقطة تاني نقطة انه هل الفولتج هو positive او نيجاتي هلا اذا بشوف اللوميناس هوريزنتل straight line فوق هيدا الخط يعني من فوق بيكون positive وهون انا عم شوفه positive بينما لو انا شفت الخط تحت هون ساعته بقول عنه نيجاتي لانه هو تحت الهوريزنتل axis ب 3.3 طلب مني اني فرجي ال connections of the ostoscope اوكي هلا انا فرضا ما عندي هيدا الرسمة موجودة كيف ادي فرجي ال connection لل ostoscope شو بعمل برسم انه هيدا دريسل عنده positive terminal negative terminal واسمهم A و B اوكي هلا هحط انه ال A هي positive وهيدا given مش انتو لازم تحضروا وانه ال A هي positive terminal وال B هي negative terminal وانتو ما لازم تحضروا وهون بحط A وهون بحط B هلا كيف ادي فرجي اني انا حطيت phase وال ground بعمل هاكي انه A هي مبينة محطوطة على phase هيدا هي phase بعمل لها اشارطة هاكي يعني هيدا بتكون اسمه phase وما بغيرها دايما اشارطة بتكون هاكي بقسام بينما ال B لانه محطوطة على ground وبحطها هاكي مثل الشوكي يا اسمه ground يا اسمه earth بعملها مثل الشوكي ودايما بعملها هاكي اذا انا ما معي الأستسكوب قدامي وبدي فرجي ال connection of aستسكوب بحط ال A على phase بحط سهم مثل هاكي و ال B على ground وبحط شوكي مثل هاكي او ممكن تكون earth يعني فيني سميها earth او فيني سميها ground وبرجع بعيد انه انتو ما لازم تعرفوا اي positive و اي negative بتكون معكن given بالسؤال و انا اعطيتكن اياها given هلا بهايدا السؤال ولاحظوا شغلة انه لما انا حطيت الفيز على ال positive اري positive اوكي هلا اذا انا بحط الفيز على ال negative بتقرأ negative يعني ها بدي انتباه لا كتير منيح اذا انا بحط الفيز على ال positive هتقرأ positive و هشوف الخط من فوق بينما اذا قلبتن وحطيت الفيز عمالة ال negative بتقرأ negative وبشوف الخط من تحت طيب بـ 3.4 عن بيقلي هل انا بيقلي هل انا بيقلي دعونا نجاوب على هيدا السؤال طيب هل انا بيقلي هل انا هيدا هي ال دراي سالة اللي عم نقص لال voltage ال A is connected to phase ال B is connected to ground اوكي هل انا شو منقول انه قص سكوب ريتس على طول بـ 3.4 منقول انه اسلسكوب على طول reads U phase ground بيكتب U بشوف ان الفيز لماين موصلي هي موصلي على A بشوف ان الفيز لماين موصلي على B يعني U A B اوكي يعني الاسلسكوب على طول بيقرى U phase ground الفيز بالاول بيرجع على ground بشوف ان الفيز لانه موصولي على A مثل ما شايفين حطات هون A والground لانه موصولي على B حطات B لذلك it reads U A B الجستفكيشن بقله since phase is connected to A بس وفي نقله since ground is connected to B بس بيكتب اول واحدة منهم بـ part 3.5 هنعمل calculation للVoltage of the battery مشان الفيديو ما يكون كتير طويل ويكون في بقلبه information كتيرة انا هاعمل فيديو تاني من بعضه لهيدا الفيديو اوكي ساعتها هيدا الفيديو بيكون part 1 من الاسلسكوب و هاعمل فيديو تاني هيكون part 2 see you in the next video يعطيكم الف عافية فيديو اليوم خلص اذا عجبكم عملوا لايك للفيديو وعملوا سبسكرايب للشانل وبشوفكم فيديو اليوم